سنقوم بإنجاز مقطع عرضي على مستوى المئبر وبعد ملاحظته بالمجهر الضوئي نلاحظ أنه يضم مجموعة كبيرة من الأكياس تدعى الأكياس اللقاحية وكل كيس لقاحي يضم مجموعة كبيرة من الحبيبات تدعى بوب اللقاح تتكون حبة اللقاح من خليتين خلية كبيرة القد تدعى الخلية الإنباتية وخلية صغيرة القد تدعى الخلية التوالدية ويحيط بالخلية الإنباتية جدار خارجي يتكون من غشاءين غشاء داخلي وغشاء خارجي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر